مقدمة عن العقيد الأخضر بن طوبال قائدا ومنظرا للثورة الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مقدمة من بين الشخصيات القيادية التي قدر لها أن تؤدي دورا وطنيا العقيد الأخضر بن طوبال وهو قياد أسهم في تروين المنظمة الخاصة والتحضير لاندلاع الثورة وقاد بنجاح إحدى نواحي المنطقة الثانية وخلف الزغود في قيادة الولاية الثانية ثم انتقل في ماي 1975 ميلاد إلى الخارج وهنا تأصبح رفقة بالقاسم تاريم وبوصوف النواة القيادية الصلبة لجبهة التحرير الوطني لغاية تحريط الاستقلال هذه الشخصية القيادية الهمة ما زلنا نجهل عنها التثير خاصة وأن الرجل فضل أن يرحل في صمت وما تزال مضطراته مخطوطة وهو ما جعلنا نبذل في بحثنا جهدا تبيرا في التعرف على ملامح شخصية الرجل وعلى مظاهر نبوغه وحكمته واستطعنا إلى حد ما أن نرمي مع صورة المشوار النضال لأحد الباءات الثلاث وأن نبرز دوره القياد والتنظير في الثورة التحررية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد